موسيقى 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 يا مساء الفل على كل حبيبنا اللي بيتمعونا من كل مكان اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من اللقم هنيني النهاردة هعمل مسققة عمى شوية هنشوي البتنجان بدل ما نحمره في الزيت وبدل ما نشويه في الفرن انا هشويه هنا على الشوية الجريل او على الفحم ايهما متاه عندكو هيدي طعم حلو جدا 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 للبتنجان او ده مسققة في العموم المساءة دي كمان هتكون باللحم المفروغ محشية خضار وهعمل رز بالشعرية انا من الناس اللي بتحب تاكل المسققة باللحمة المفروغة مع الرز بالشعرية انا مش عارف انتو بتحبوا ايه بس لما انتو بتحبوا كده برضو جربوا الوصفتين دول مع بعض هيجبهوا جدا ان شاء الله عند الوقت هطلع الفاصل بعد الفاصل هارجع لكم ابتدي في الوصفات اعرفك بس كم شريحة بتنجان كده هنا تتشوي على الشواية احمد عبد الحميد هيجبها لكم دلوقتي تبصوا عليها بصة وبعدين حالا هبتدي ادخل على الرز بالشعرية يلا هسيبها كده على النار تاخد الشودة بتاعتها وهنقول مقادير الرز بالشعرية مقادير الرز بالشعرية كالتالي سامنة شعرية مرأة ورز وورق لورا هلالا بينا ناخد السامنة وهننزل بيها هنا في الحلة السامنة تسيح كويس وبعدين نحمص الشعرية تحميص الشعرية هو اللي بيدي طعم حلو للرز بالشعرية فبس وورده في اصل الوقت ما تحمصوش شعرية زيادة ما تخدوهاش تسود بس لما كتوصد كده اللون دهبي او لون بوني فاتح كده بيدي طعم حلو جدا لوصفة الرز بالشعرية طيب السامنة هنا ده ورق لورا معانا الزبط لينورا عليك طيب السامنة بتسيح اهي واحنا معاليين درجة الحرارة على الحلة المحتوطة دي وعندي هنا الشعرية لما تيجوا تحمص الشعرية ما تحطوش الشعرية والسامنة سخنة قوي حطوها وهي متوسطة علشان تاخد وقتها فان هي تلون براحتها لان لو حطناها وهي سخنة جدا هتلسع بسرعة من غير ما الشعرية تلون كويس فدي نصيحتي ليكو في الرزب الشعرية تقليب كده مستمر وهو ده سير النجاح بقى رز الشعرية او تحبيص الشعرية ان احنا ما نبطلش تقليب يعني نفضل نقلب كده لغاية ما نوصل اللون اللي احنا عايزينه انا بس هسيب الشعرية اروح اقلب البتنجان وارجع تاني بس مش هنسبها وقت طوي نرجع تاني هنا البتنجان نديده تقليبة مش عايزه يتهري عايزه يفضل كده محافظ على القوام بتاعه انا بس عايزه ياخد ريحة الشاوي مش اكتر من كده زي الفل هجيب طبق عشان اطلع فيه البتنجان واحط فيه بقية البتنجان ايجي هنا كده اطلع البتنجان واروح اكمل تقليب الرز الشعرية يوه خلي ده هنا كده جنبي ارجع للشعرية تاني ونقلب فيها اسبها بردو تاخد لون تاني واخد بقية البتنجان قبل ما بحطه على النار بس بديه رشة ملح صغيرة ورشة فلفل ورشة زيت صغيرة كده وبقلمهم كده مع بعض كويس اطمن ان هم كده ايه متبالين تدبيل مبدئي وبعدين هاخدهم وحطهم على الشواية زي ما حطيت اللي قبليهم كده احنا ليسا مبتدناش في وصفة المسقعة بس انا بجهز وبحضر البتنجان هارجع تاني للشعرية اكمل تقليب وبعد مقلبت الشعرية كده كويس ووصلت للون لطيف جدا هاروح جاي بالرز وانزل بالرز هنا ودي تقليبة كده وبعدين هحط شوية ملح صغيرين عشان لسا هحط مرقة وشوية فلفل معقولين تقليبة كده لطيفة وهجي هنا انزل بالمرقة الاول وبعدين ورق اللورة واشوف ها الكمية المياه دي كفاية هكدلك المرقة دي كفاية ولا محتاج ازود شوية مياه كمان محتاجين شوية صغيرين اوي هاجه ازود شوية مياه سخنين هنا من البراد وانزل بيهم هنا وكده كفاية جدا هغطي على الرز ده بس قبل ما غطي عليه هحط ورق اللورة حطيت ورق اللورة هغطي على الرز لغاية ما يتشرب وبعدين اواطي عليه انا كده خلص خلصت وصفة الرز بالشعرية اخسر ايدي بس ونرجع نبتدي بقى في وصفة المساقعة يلا بينا شوية جزء من البتنجان والجزء الثاني على الناره ممكن نقلبه كده عشان احنا زيما احنا متفقين احنا مش عايزينه يستوي بنسبة 100% احنا عايزينه ياخد لسعة الجرال علامة الجرال وريحة الشاوي بس هو ده كل اللي احنا محتاجين يلا هقول لكم المقادير ونبتدي على طول انا مسخن هنا حلة او توصى على النار عشان هعمل فيها اللحمة المفرومة واليخنى او السلسة بتاعت المساقعة كيلو بتنجان متقطع شرايح البتنجان ده قطعوه شرايح بالطول زي ما انتو هتشوفوا دوقتي هحطوه لكم هنا في المقادير هو متقطع شرايح بالطول الشرايح اللي بالطول دي هتبقى اسهل في رس البتنجان اللي هي الشرايح دي كيلو بتنجان متقطع شرايح نص كيلو لحمة مفرومة بصل مفروم وجذر مبشور رشة جوست الطيب السوس بقى عبارة عن ايه لتر عصير طماطم معلقتين معجون سلسة طماطم رشة زعتر معلقتين دقيق معلقة سامنة نص لتر لبن رشة قرفة ورشة جوست الطيب موضوع الدقيق ده الدقيق ده هيدي قوام حلو جدا للسوس فهيخلي سوس المسقعة مش صايص طيب تعالوا نبتدي كده نحط اللحمة المفرومة على طول لوحدها من غير زيت من غير سامنة من غير اي حاجة هنحط طبعا دلوقتي سامنة متقلقوش بس الاول عايز اللحمة المفرومة تاخد ريحة التشويح انا معالي طبعا درجة الحرارة عليها كويس تقليبا كده لوقات ما لونها تتحول من اللون الاحمر وانا بقلب كده بفروك علشان اللحمة مفرومة متبقاش ملزاقة في بعضها لان وهي بردة بتبقى ماسكة في بعض كويس ولو سيبتها كده هتبقى عاملة زي الكفتة فلازم كده ايه بالمعلقة الخشف كده بس بفروكها وهي على النار كده قبل ما حطلها اي حاجة تاني هاخد رشة الملح ورشة الفلفل الاسود ومش كده بس كمان هاخد جسط طيب واحطها هنا ورشة القرفة كمان واكمل بقية جسط طيب تحت الوصفة واديها كده ايه تقليبة ملح وفلفل وجسط طيب وقرفة نكهات هتبقى حلوة جدا هتبقى لايقة جدا على المسقعة لما لونها بقى خلاص يبقى كل رومودي كده زي ما احنا بدأنا نشوف هتلعها بره واشوح مكانها البصل بس لازم اروح اشقر على البتنجان الا على النار ده يلا البتنجان بقى زي الفل معظمه خد لون حلو جدا لما انتو شايفين كده اروح جايب البتنجان ده واروح نطلعه هنا في نفس الطبق خلاص خلصت كده البتنجان اخلي البتنجان هنا جنبي ارجع تاني اللحمة مفرومة اديها تقليبة اخيرة ليه بنقول اخيرة عشان انا هتطلعها حالا دلوقتي منع على النار واحط مكانها تشويحة السوس هاجيب لها بس طبق كده لطيف يا سلام لو كان غويت كمان يبقى احسن او لو مش غويت يبقى واسع عشان يحتوي كمية اللحمة المفرومة كلها يلا هاخد اللحمة المفرومة ونزلها هنا في الطبق ده بعد ما خدت لون رمودي كده بدل اللون الاحمر الاساسي بتاعها مكانها بقى من غير ما نضف الحلة دي هنبص مع بعض مكانها هحط بقى السامنة اللي انا ما حطتهاش من البداية اللي انا ما كنتش محتاجها في تشويح اللحمة المفرومة نفسها خلي جمي هنا البصل والجزر معجون صلصة الطماطم وصلصة الطماطم نفسها هسيت كده السامنة تسيح مع نفسها اول ما تسيح هبتدي احط بقية المقادير المسقعة دي ممكن تتعمل بالبشامل وممكن تتعمل من غير بشامل انا مش هعملها المرادة صراحة بشامل فمش هستخدم اللبن اللبن اللي موجود في الوصفة عمدوكو ده هدي كده بس تقليبة وبعدين هجيب البصل أشوحه ياخد كده بس لون وياخد تشويحة معه رشة ملح رشة فلفل اسود كمان وبعدين هجيب الجزر هنزل بي هنا رشة الزعتر تقليب يعني سوس طماطم جميل هنزل فيه اللحم المفروبة هيبقى يتحول من سوس طماطم لسوس طماطم باللحم المفروبة تقليب الريحة بدأت تطلع ريحة التشويح قوية جدا هنا بقى يجي دور رشة الديق اللي هتخلي قوامة السوس تقيل شوية بس هو ده أنا محتاجه عشان أنا عايز المسقعة ما تبقاش سايسة جربوا الطريقة دي هتعاجبكم ان شاء الله حطيت كده معلقة الديق على البصل والجزر وهم بتشوحوا هاجي دلوقتي هنزل معجون سوسط الطماطم والرز ده خلاص تشرب محتاج اوطي عليه فهنوطي عليه حالا دلوقتي خلي على اقل درية حرارة ممكنة حطيت خلاص معجون سوسط الطماطم تقليب وبعدين هجيب سوسط الطماطم نفسها هنزل بيها هنا هقلب وبعد ما حطيت سوسط الطماطم هسيبها تاخد غلوة قبل ما حط اللحمة المفرومة اللي أنا كنت مشوحة هنزل بس كده كل الحاجات اللي على الجوانب هنا محتاجين نتبل الملح الفل الأسود تقليب هتوز عايز تقليبه قبل بس ايه هنسيبه يكمل تسويه يلا هسيب الرز كده بعد ما قلبكم التقليبه دي يكمل تسويته هنا في حاله وهقلب سوسط الطماطم وممكن أدوقه أشوف محتاج ملح وفلفل ولا ملح ولا ملح ومزبوط ولا إيه الأخبار بدأ يغليل غلوة محتاج رشة ملح صغيرة جدا زي الفل دلوقتي أقدر أنزل باللحم المفرومة بصوا السوس أصلا تقيل حتى من قبل ما حط فيه اللحم المفرومة هو ده اللي أنا عايزه عايزه السوس مسبك كده وتقيل مش عايزه خفيف أنا كمان هسيبه يقصر شوية يعني هسيبه على النار شوية كده يقصر على ما بتدي بقى إيه أرس البتنجان يلا نطلع دلوقتي فاصل وبعض الفاصل نرجع موسيقى يهل وسهلا رجعنا مرة تانية من الفاصل قبل الفاصل كنا بصين على الرز وشقرنا عليه وقال بنا التقليبة الأخيرة وفي نفس الوقت كنا حطين صص اللحم المفرومة على النار البولونيزي على النار خلاص بصوا تقل وبقى عامل ازاي خطير جدا وقلنا إن إحنا غيرنا في الوصفة مش هنعملها بالبشاميل عشان الوصفة اللي بالبشاميل دي عملنا كتير قوي قبل كده فالنهاردة هنعملها مختلفة شوية هيجي هنا بقى استانوا بقى عشان الوصفة اللي جاي هتعجبكوا جدا إن شاء الله اللي بعد مساقع هنعمل وصفة السفرينج رولز اللي عملها تعروا بس كده ناخد البتنجان يبتدي نبصه هنا كده حلو جدا كده تعروا بس كده نبصع لنفسنا نحط كده البتنجان هنا وبعدين هاجي بقى أجيب صص اللحمة المفروضة وأخد كده منه نديه تقليبة بس عشان ينزل تقيل زي ما هو ناخد منه كده وننزل هنا رحته غنية جدا وبعدين نحط راق تاني من البتنجان احنا حطينا راق وبعدين حطينا لحمة مفروبة وبنحط دلوقتي راق تاني ورق ده ممكن ايه؟ نكتاره شوي يعني نزود كمية البتنجان لأنها مسقعة فالبتنجان في مفول نكون هو النجم في الوصفة دي ناخد بقى تاعنا ناخد الباقي كله نحط كده مع بعض وبعدين نفرده احنا مسقعة باللحمة المفرومة من غير ما نعمل لها بشمل ولا اي حاجة بكل احنا محتاجين ودوقتي نحنا ناخد بقى المسقعة دي نحطها في الفورن يلا المسقعة هي في الفورن هتاخد وش كده سريع ودلوقتي هنخش على الوصفة اللي بعديها وهي وصفة السبرينج رولز العملاقة يلا بينا ليه عملاقة؟ عشان هنعمل حجمها كبير كده وحلو ونحط فيها كمية معقولة كمية حلوة جدا من الحشوة يلا بينا ممكن نقول المقدير يا طه يلا بينا مقدير السبرينج رولز ورق سبرينج رول كامل عشان كده هنعملوه كله مش هنقطعو زي ما هو كده فلفل الوان تقطع شرايح بصل شرايح وكرومب احمر شرايح جزر مبشور توم مفروم وده للتدبيل بقى عصير لمون طماطم شرايح جبنة موزاريلا ومعلقة خل وملح وفلفل دي كده خلطة هنحش بيها السبرينج رولز طب ايه اللي انا عمال اعملو دلوقتي ده انا بعمل ايه بقيه دي هنا انا بعمل عجينة كده علشان اقفل بيها السبرينج رولز عجينة دقيق ومية مش اكتر من كده زي كده فاكرين زي ما انا ما كنا كنا منيجي نعمل كده زينة رمضان مش كنا منيعمل شوية دقيق مع مية كده عشان نلزق بيهم الورق بتاع بتاع الزينة انا بعمل شوية برضو دقيق مع مية كده عشان نلزق بيهم ايه الورق بتاع السبرينج رولز طيب هنستمدى كده كالتقليد خلاص انا كده خلاص جهستو هنشيط ده من هنا وناخد ننظف بس كده المكان قدامنا عشان احنا هنفرد ان رولز هنا ونجيب بولا نخلط فيها الخضار ونتبله هاجي هنا هحط الفلفل وهحط الكوروم والبصل والجزر ونخلطهم مع بعض الاول كده لوحدهم هحط الطماطم الطماطم بنحط شوية زغرين علشان الطماطم بتجيب ميتها مش عايزين ان هي تخلي السبرينج رولز تبوز بص الالوان حالو ازاي وبعدين هياخد الوقت التوم وبعدين رشة الملح رشة الفلفل الاسود مش كتير وبعدين الجبنة الموصاريلا المبشورة نحن محتاجين نعمله بس هو ان نخلط كويس علشان هي دي الحشوة اللي هنحش بيها السبرينج رولز ناقس ايه؟ بقس كده ايه؟ يعني بق الامون صغير قبو جربوا السبرينج رولز بالطريقة دي مصدقوني هيعجبكوا جدا 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 ممكن يتقدم مع ايه بقى السبرينج رولز ده ممكن يتقدم مع سويا سوس لو انتم حابين وهو صراحة مش اسياوي قوي اللي انا بعمله ده مش هي دي الوصفة الاصلية للسبرينج رولز مع حاجات تانية مع سوس طماطم مع ايه نوع من الانواع السوسات التانية اللي انتم بتحبوها طيب يلا بينا نجيب طبق هنا نحط فيه رولز اللي احنا هنجهزها وليطة مش سمعت نيش يا شف اميني يلا هاخد بقى دلوقتي الورق ده اول ورقة بس نشفت فمش هستخدمها هاخد بعد كده الورق اللي تحتها وهعمل ايه؟ عايزها عملاقة فهزود الحشوة فيها شويتين وبعدين هروح جايبها كده هو واعد ايجي الفها هنا بالشكل ده كده وايجي بقى اجيب العجينة اللي انا جبت هدي خيانجيب لها معلقة كده وناخد شوية كده من العجينة بتاع تزين الرمضان دي ونحطها هنا كده ونقفلها ونسيبها عشان العجينة بس ايه؟ تمسك فيها شوية ونعمل بقى الموضوع ده كزا مرة مع بعض ناخد شوية من الخلطة نقفل كده من الجنبين وبعدين نلفت ونلم للم ناخد شوية من العجينة نقفل كده ونسيبها على جنب هنا تلزق وهكذا 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 طبعا تقدروا تعملوها بحجم اصغر من ده لو انتوا حابين انا بس حبيت اعمل حجم كده ايه؟ يملى العين شوية بس طبعا تقدروا لو انتوا حابين تعملوا حجم اصغر من ده مشابه فيه اي مشاكل ناخد تاني الحشوة ونلف وناخد شوية كده من العجين هنا وهنا طيب انا كنت محمر واحدتين كده من قبل مدخل الحلقة او في وسط الحلقة الصراحة كنت محمرهم هتلاحهم عشان احط بقى اللي انا عملهم دول تعالوا نجيب طبق خلالوا ممكن جيب طبق التقديم اللي احنا هنحط فيه لسبرانجولز بعد كده ونحط فيه اللي احنا مجهزينهم هم خلاصين هم خلاص هم خلاص هم خلاص هم خلاص هم لقوا هنا كده تبصوا عليهم بصة على مكمل انا بقى ايه واحدتين تلاتة اربعة كمان كده هايزين نروح نفتح كده نشقر على الرز نشوف اخبار ايه واصلفين بالزبط نعمل ده حيلا مع بعض دلوقتي يلا هحط هعمل اخر واحدة اهيه وهقفلها وحطها جنب اخواتها هنا وهعمل ايه بقى دلوقتي هشقر على الرز على ما نطلع فاصل هنطلع دلوقتي فاصل بعد الفاصل ده هنرجع نحمر السبرينج رولز وندوقها ونغرف صفرة النار تستنون احنا وصحنا بيكم مرة تانية رجعنا من الفاصل اثناء الفاصل عملت ايه انا جبت شوية من السبرينج رولز اللي احنا لفناهم وحطتهم هنا بحمرهم السبرينج رولز اللي عملاقة اللي احنا عملينها بحجم كبير هي كده خلت لون جميل جدا كلنا محتاج بس هسيبها كده تصفي سنة اطلعها هنا مع السبرينج رولز اللي احنا طلعناها من شوية هعمل ايه دلوقتي تعالوا بقى نغرف الرز ونطلع المسققعة من الفرن مسققعة فرن خلاص محتاجة حد يطلعها هدي كده بس تقليبة كده للرز نفلفله كده شوية ونغرف الرز هنا الرز رحته حلوة جدا بس نشيل ورقة اللورة دي عشان مش هتتكري هاخد بقى الطبقة ده كده نحطوا هنا على السفرة عشان نبين بقية الحاجات التانية هاجي هنا تعالوا نطلع بقية السبرينج رولز دي وهنعمل ايه اوه نحطها في مكانها هنعمل ايه بقى دلوقتي نسفها بس كده دقيقة نقلبها تقليبة كده عشان تنزل اي زيت متبقي منها وبعدين ناخد الرولز دي نرسها هنا موسيقى موسيقى استنى نحطوا دلوقت اول موسيقى 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 وممكن بقى نحطوا دلوقت تحتيهم كده نرفعهم مثلنا عشان نبقوا باينين موسيقى 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 بس كفاية قوي الكمية دي حلوة قوي في الطبق كده تعالوا ناخدوا الطبق ده زي ما هو كده نحطوا هنا على السفرة موسيقى حباد الرز كده سنى يلا نشقر على المسقع اللي في الفرن موسيقى موسيقى المسقع اللي في الفرن خلاص جاهزة ان هي تطلع تعالوا نطلعها ونحطها برضو على السفرة موسيقى 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 شكلها شاهي جدا موسيقى يلا نبص على السفرة كده النهاردة عملنا ايه؟ النهاردة عملنا تلات وصفات مختلفين عملنا سبرينج رولز عملاقة حجمها كبير زي ما انتم شايفينها كده حطيت جميها الكاتشب وعملنا في نفس الوقت رز بالشعرية وعملنا مسقعة باللحمة المفرومة بس المسقعة دي البتنجان بتاعها بتنجان مشوي على الفحم وصفات النهاردة كانت بسيطة وكانت سهلة اتمنى انتم تجربوها تبعتونا التطبيقات بتاعتكو على صفحة البرنامج اللي هو مهمية على فيسبوك اللي مشوفش الحلقة دي من البداية يقدر يتابعها في الاعادة الساعة ستة صباحا بتوقيت القاهرة اشوفكو بكرا ان شاء الله نفس المعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة